هناك رواية أخرى رواها شيخنا المفيد في الأمال الرواية عن إمامنا الباقر جاءت عائشة إلى عثمان فقالت له في أيام خلافته فقالت له أعطني ما كان يعطيني أبي وعمر بن الخطاب فقال لها لا أجد لك موضعا في الكتاب ولا في السنة يعني لا أجد دليلا على أن أعطيك ما كان يعطيك أبو بكر وعمر لا أجد لك موضعا في الكتاب ولا في السنة وإنما كان أبوك وعمر بن الخطاب يعطيانك بطيبة من أنفسهما وأنا لا أفعل قالت له فأعطني ميراثي من رسول الله فقال لها أولم تجيئي أنت ومالك ابن أوس النصري فشهدتما أن رسول الله لا يورث أو لا يورث حتى منعتما فاطمة ميراثها وأبطلتما حقها لأنها كانت من جملة الشهود عائشة التي شهدت على أن رسول الله قال هذا القول فكيف تطلبين اليوم ميراثا من النبي أنت التي شهدت على أن النبي قال بأنه لا يورث ومنعت فاطمة بسبب شهادتك وشهادت الذين شهدوا معك أولم تجيئي أنت ومالك ابن أوس النصري فشهدتما أن رسول الله لا يورث أو لا يورث حتى منعتما فاطمة ميراثها وأبطلتما حقها فكيف تطلبين اليوم ميراثا من النبي فتركته وانصرفت وكان عثمان إذا خرج إلى الصلاة أخذت قميص رسول الله على قصبة فرفعته عليها ثم قالت إن عثمان قد خالف صاحب هذا القميص وترك سنته والكلمة المشهورة عن عائشة أقتلوا نعثلا فإن نعثلا قد كفر هذه الكلمة وقالت له بأن رسول الله قد سماك نعثلا عندنا رواية ينقلها الفضل ابن شاذان فبعد أن جاءت عائشة ماذا قال لها عثمان ألستما ألتين شهدتما عند أبي بكر رواية التي ينقلها الفضل ابن شاذان أن عائشة وحفصة جاءتا تطلباني حقهما الذي كانتا يأخذان من أبي بكر وعمر فقال ألستما ألتين شهدتما عند أبي بكر ولفقتما معكما إعرابيا يتطهر ببوله مالك بن الحويرث فشهدتم أن النبي قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة فإن شهدتما بحق فقد أجست شهادتكما على أنفسكما وإن كنتما شهدتما بباطل فعلى من شهد بالباطل لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فقالتا له يا نعثل ونعثل اسم رجل يهودي فقالتا له يا نعثل والله لقد شبهك رسول الله بنعثل اليهودي فقال لهما ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط فخرجتا من عنده ترجمة نانسي قنقر